الفرحة جميلة جميل جداً الناصر الانتصار هو ابن شرعي للجميع بس الهزيمة يتيمة بتبقى محدش بيتبناها كل الناس بتتبرق من الهزيمة وبتقول مش أناس سبب لكن الفرحة حلوة الفرحة لها مليون أب شرعي الفرحة بتيجي بعد ضغطة الأعصاب بتبقى فرحة كبيرة كمان لكن ممكن نعدي أحياناً وقت الماتش بعض التصرفات لكن بعدها بعد ما نكسب ونهدأ لازم نفكر يعني زي ما كنتم بتكلم عن الموقف بتاع حسين الشحات لما شد الحكم الأسيوبي من فانيليتو يعني ما ينفعش وإحنا فرحانين ننسى المشهد ده لازم نقول للكابتن حسين الشحات خلي بالك أنت واحد من أهم لعيبة النادي الأهلي قوله لأنه حكم المباراة كان شوية مرتبك شوية مهزوز عايز الماتش يعدي على خير كان ممكن يطلع لك الكرت الأحمر وده كان هيصعب مهمة النادي الأهلي ويخليها مهمة شبه مستحيلة لكن الحمد لله ربنا سطر والكرت اللي طلع كان انذار وعمل خير بصراحة مارس الكولور لما استبدل الشحات العصبي من الملعب ولو كان حسين الشحات اضطرد لكان هيبقى فيه كاس ولا بطولة ولا عالمية ولا فرح أكيد في حد في الأهلي هيقول للكابتن حسين أن اللي حصل ده لازم ما يتقررش تاني الفرحة حلوة صح؟ ومن حق لعيبة الأهلي أنهم يرقصوا ويغنوا ويحتفلوا ولكن من حقنا برضو نقول لحسين الشحات خد بالك كمان مشهد تحفيل لعيبة الأهلي على مشجع الزمالك في مطار محمد الخامس كان ممكن يفلت كان ممكن يسبب حاجات ما نحبهاش خالف صحيح المشجع الزمالكوي كان مستفز جدا جدا وكل الزمالكوية أنا عرفهم على المستوى الشخص يتبرقوا منه صحيح كان هو موقفه مش مشرف كمصري بيشجع فريق منافس من بلد تانية صحيح حط الزمالكوية كلهم فحرج لما قال إن جماهير الزمالك جاية من ألمانيا تشجع فريق الوداد المغربي ضد الأهلي ابن بلدها لكن كان فيه شعرة فاصلا بارح بين الفرحة وبين إنه المشهد ممكن يخرج عن السيطرة هتقول لي إن المشجع الزمالكاوي ياه لا يعبر عن الجمهور الزمالكاوي بهذا التصرف هقول لك فعلا ومش كل الزمالكوية صرفوا كده لكن فيه زمالكاوي محترم دبح عجلين لأهالي قريته ووزعهم قبل الماتش في قرية كفر جمعة في محافظة الشرقية الشرقوية بقى يا جماعة القرم بتاع الشرقوية المشجع الزمالكاوي ده جاب شاشة كبيرة حط كراسي قدام بيته علشان جماهير الأهلي تتجمع وتتفرج لإنه نادي مصري بيرفع على مصري يعني فرجة ولحمة فيش أحلى من كده بس في المقابل هقول لك كمان أنه جمهور الأهلي اللي راح يحتفل بالفوز على الوداد المغربي قدام مقار نادي الزمالك في مية عقبة ما ينفعش يكون معبر عن جماهير النادي الأهلي الحق حق الكرة رياضة وتنافس الكرة مش مجلة تعصب والشتائم الكرة متعة مش حرب التعصب مش حاجة عظيمة خالص جربنا التعصب وشوفنا نتائجه كتير فأرجوكم بقى يعني ملوش لازمة نحنا نزود التعصب تحت أي تبرير وبلاش والنبي نظرية أصل فلان عمل كذا وغلت قبل كده فأنا كمان هغلط لا ما ينفعش دي حاجات يعني بس كده إيه حبيت أتكلم عنها وإحنا فرحانين علشان إحنا وقت الفرحة أحيانا بننسى نقف قدام الحاجات اللي بتحصل والمفروض ناخد منها دروس وعبر قال في مبروك مرة تانية للنادي الأهلي تانية وثالثة وربعة وعشرة ألف مبروك لعيبة نادي الأهلي إدارة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي العظيم اشتركوا في القناة